ورجعنا لكم تاني وزمان يا جماعة كان اهم اكساسري بالنسبة العروسة البوكيل البوكيل اللي بتمسكه في قدها هو قبل ما الفرح يخلص ترميه لوحدة صاحبتها وبيقولوا اللي هتاخد البوكيل ده هتتجوز دلوقتي يا جماعة حصل طفرة مروحة مجنش رفي مراي انا مش عارفة ايه اللي انت عملتيه ده يا نور معانا النهاردة مصممة بكيات العروسة نور حالي ايه اللي انت عملتينه يعني ايه ده بندلعوهم بس بندلعوهم بندلعوهم ايه تبقى اميرة بقى في يومها فلازم يبقى كل حاجة انت بتعملي ايه ولا ايه انا شايفة يا مراي طب بصها واني لكم حاجة يا جماعة بصوا دي والنبي والنبي قربوا بكاملة شوية ايه دي مروحة عشان الناس كده تبقى ريئة ايه الدلعة ده فيه دلعة اكتر ممكن مروحة بصورة ايوة الناس اللي بتعمل الافراح بتاعتها في الصيف ما يعنوش معايا ابدا لازم يبقوا انا ممكن اقل بيسأل هو انتي ما بتعمليش ايه للعنسة كل حاجة معمولة عشان نفرحوها بقى وليلة عمرها ليلة عمرها اه فا ليلة عمرها قولنا نسهلولها كل حاجة عمرها طيب قبل ما نتكلم تعيي نشوف اول طلعة كده ونشوف مروحة نشوف هتدقى بوكي ولا مج ولا مراي انا مش عارفة هتطلع لنا بي يلا مروحة موسيقى 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 مروا مسكات الآن فيها. هذا عبارة عن كريستال. هذا كريستال جرب. طلع ترندي جداً من حوالي سنتين. البرائدز اللي بيبقوا عمين الوادنج رويل قوي. بيبقوا حابين يمسكوا مستر بيست كده. الفسان برضو بيبقى فيه منه. ولا الفسان بيبقى سيمبل. ممكن ممكن لوستان كله. أو دونتيل. وبيبقوا لابسين الأكسسرين. الهيت بيست أو الكراون فيه. الفسوس وكده بيبقوا ميالين أكتر. إن هم يمسكوا حاجة تبقى ماتشينج معي. أو بنعملون من نفس الكريستال اللي في الدرس نفسه. طيب والتاني ده؟ ده بقى يعني بيست سيلر عندي بصراحة. آه ده. بيليق على كل حاجة. درس فيه شغل درسة ده. واللي من تحت ده وريه مروه كده شراشيب من تحت ده. طب عايز أسألك هل حجم العروسة برضو بيبقى مهم يعني على حجم البوكية. يعني مهم. آه طبعا. على واحدة ضخمة قوي. لو واحدة صغيرة قوي ومسكت جيرب كبير حيداريها. حيداريها. الديتيلز بتاعت الدرس مش هتبان حيبقى هو عليها كبير. لكن لما يبقى فيه نسبة وتناسب ما بين حجمها والدرس والجيرب بيبقى مريح أكتر كتير. مرسي يا مروه. طيب قولي لي حاجة. انتي جات لك الفكرة دي مني. يعني كلنا البوكيات كلنا عارفنا دي حاجة تقليدية وحاجة معروفة. جات لك الفكرة مني. انا اول ما بدأت جات لفكرة الفان. الفان. ان انا يعني البرائت زمان ايام مامتي وكده كانوا الفان دي مهمة جدا. فعجبتني قعدت ادور واشوف ايه اللي ممكن نعملوه فيه بحاجة تنفع مع الوقت اللي احنا فيه. فعملتك يعني كتجربة. زي الحاجات دي. زي الحاجات دي فيه. برضو ده العريش. انا مش فاعمة انا يعني دي دي. استاني قاعدة كده. اجيبها الحضرة. لا لسه اوكي اوكي. بصوا دي يا جماعة. دي مكس ما بين زمان ودلوقتي. مكس ايه بس ده انتي مدلعا واخر دلعوا والله. حلو قوي. يعني قلت ان انا اجربها. ما كانش عندي سكة قوي بصراحة ان المودة انا اقدر ارجع مودة عد عليها سنين يعني. بس الحمد لله البرايدز يعني انبهروا بيها وبقوا كلهم بيطلبوها ومامة البرايد واختها وفيه ناس بتطلب اصلا. بس انتي لازم تشوفي الفستان الاول صح؟ علشان على حسب الفستان يعني الفستان ممكن يبقى فيه لولي مثلا ده مش هيليه معاه قوي. بالضبط بالضبط مظبوط. اوكي. انا والعروسة بنتكلم كتير يعني ممكن قبلها بشهر. فيه برايدز بتكلمني قبل ما نختار الدرس اصلا بتاعها. بيكلموني ان احنا عجبنا مثلا الفان دي. فنعمل الدرس ايه؟ اوكي. يعني لدرجة ان هما ممكن يوجهوا الدرس نفسه على الستايل اللي عجبنا. او والله بيحصل يعني. لا تشوفي الفستان. لا تشوفي مروا. يالي مروا. كلمينة بقى بورنيتا دي الايه؟ يعني لاني برحلة في الفرح. ده السؤال حلو جدا. الوقت البرايد ما بتحط الميك اف. وقت البربريشن بتاعها. عملنا لها بقى حاجات ما فيه تصوير وفيه سامري دلوقتي وفيديوز وحركات. وكلهم بقى بيبقوا في اللحظة دي ممثلين. فعملنا لهم بقى حاجات ايه كده متدلعة شوية زي الهات. الهيت بيس اللي مكتوب عليها برايد. الحاجات دي. يعني هم بيتوضبوا في القوضة. اه مضبوط. فيه برانيت دلوقتي كمان في القوضة. وفيه ناس بتاخدها تتصور بيها ستشن. وقبل البويدنج ياخدوا صورتين بيها. ويكملوا عادي بالموقف تحتها. والمروحة وارين مروحة مروحة دي بقى لبليل. وفيه ناس بتستخدمها وقت بريبريشن برضو بيصوروا بيها. وبالليل بقى في الساكند لوك لازم دلوقتي اطلعوا بفان لازم. انا شايفة ان احنا وإحنا نزليني قاعة الفرح يبقى معنا شنطة فيه بقى كل الحاجة. كل الحاجة. يبقى المروحة والكب والمراية. وراهم وراهم. وراهم وراهم. مشتين يا مروحة. انت عاملة كمان لو تواريني الميرايات. دي عشان ايه؟ فعاني لقطة انا طلعوا باب. فيرست لوك بتاع الميكب. دي حاجة مهمة جدا. انهم يعملوا فيرست لوك اللوحة كده. عايز اقول لي حضرتك. وعاك يعملوا فيرست لوك الميكب. اول اول مرة عملت فيها ميرور. مكانش عندي شك ولا ولل لحظة. انا ممكن حاد انا كنت عاملة لوحدة صادقتي ميكب ارتست. مستر كلاس لي. هقلت لها عاملك حاجة كده هدية يعني. اه اه. لقيت الموضوع دخل في سكة تانية. وبره مصر وجوه مصر. ولازم ميرور البرايت دي. قبل ما تنقل البوكية تختار الميرور. اه. والحاجات دي بقى كلها على العريس ولا على العروسة. اللي حيدفع. انا ما عندناش مشكلة. انا ما عندناش مشكلة المهمة دي. طب قوليلي حاجة. قوليني بالزبط بالزبط. انتي بتقولي العروسة. بتكلمك قبلها بشعر. بتوريلك الفستان. اوكي. وعلى اساسها بتبدأي تحضاري البريبريش. هل كمان لازم تبقي شايفة القاعة. ولا بيبقى كافي بس الفستان العروسة. اه. المعظم الويدنج اللي بتبقى اندور. وبيبقى الديكور رويال. ببقى انا قريدي خلاص عارفة. السيم حايمشي ازاي. لكن لو عامل حاجة بقى مختلفة. حاجة على بيتش حاجة واخدى السيم معين لأ. ممكن نلعب في كل ده. وودي للسكة دي. اوكي. يعني انا عندي حاجات زي نفس الشيبس دي بس مش بلينج بقى. اوكي. فلاورز وكولورفول وحاجات كلها بقى رايحة المود. البيتش والالوان يعني بقدر برضو اتحكم في النقطة دي. تغطي وقت اقدي عشان تبريبير كل الحاجات دي. والله انا بطلب منهم قبلها بشهر. شهر عشان تمي مرتاحة. وعشان احنا بنعمل نيو ديزاين. الحاجة بتبدأ الاول بديزاين. والديزاين ده بنبدأ نشتغل عليه سكيتشات. وبعد كده بنبدأ ننفزه. في حاجات عشان تبقى نيو ديزاين. لا ببقى عايزة وقت عشان لو فيها حاجة مثلا عايزة تتزبط. فببقى محتاجة وقت. نشوف مروة. حقيقي دي تحفة. ايه دي. دي تحفة بجد. ايه دي متل دي ايه. متل ومطلية بحاجة شبه ميت الدهب شوية. دي انا يعني انا من فترة بقى لي فترة شغالة على تزاين الوان فلاور. حاسة فيه كده برايدز بتجيدي بيبقوه. شيك جدا جدا مش محتاجين حاجة غيرهما بس. بس يمسكوا ورد. بس دي هترمي كمان ولا ليه. لا معظم. معظم البرايدز اللي بتختار الحاجات اللي فيها اكسيسر ومتل وكده. بيبقوا الريدي عاملين جيرب سادة. جيرب تاني اه. علشان وقت اللحظة الحضر كلتي عليها لما بيدوها بيحدفوها وكده. دي بقى بيبقى معاهم بقى يحتفظوا بيها بقى بقى ليها باكوس اكليريك ويخلوها ذكرى معاهم يعني. بس دي تليقي معافوستان ايه بالزبط. هي اصلا تصميم اول تصميم عملته كان سيلبر. وعليه فابريك دانتيل. اوكي. بس ده الجديد معمول لحنة برا مصر في تونس وهم في الحنة بيحبوا الجولد. الجولد اوكي. الطلبة جولد. فقلت ان انا وينوت ان انا عارضها برضو عشان لو حد عايز يخد فكرة للحنة. والسيلبر منها بتبقى للوادنج. وردينا التانية يا مروى. دي برضو كلهم في الوين او. ترسي. ده كلهم. ده كريستل صح? كريستل جرب. والفلاورز اللي فيه من ماتيريال اسمها السلصول. ها بنشتغل بكل حاجة. اوكي. ففي برضو برايدز بيبقوا لابسين الهيت بيس فيها من الفلاور دي. وحببين الماتشنج معي. ده في الصيف اكتر. ده عبي صيف كده اكتر. سيا مروى. طب العريس ملوش نصيب في اي حاجة في اي حاجة؟ بصراحة بنعملولو. بس مش كلهم بيطلوبوا. بتعملولو ايه؟ اه ميرور. مكتوب عليها. ميرور العريس يعني هيبوسها. هو بيحلق. اه هو بيحلق. وانا حتيبه. مقدرش. وفي ناس طلبت الالكتر كفان. بس بحاجات بقى رجالي شوية. بقى اكتب رجالي. لان في ناس. اه. والله والله يعني حقيقي. يعني هي. بس بجد تخيالي. ان فعلا فكرة هي. لان فعلا ببعد ساعات الدنيا حر. ووقع ودورس. فبتلاقي العريس ده. طيب. المكتوب علي برايت. وقت بقى ما هي بتجهز. وفي ناس بتبقى قريدي بتخليها معاها في الويدنج. بتشرب ماية او حاجة. بي لازم يبقى ماتشنج. حروسها لازم تبقى بلنج بلنج يعني. عجباني قوي. عجباني قوي. هنشوف اخر طلع. فداني يا ماري. لا عجباني بجد. ها 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 ها. بصي الويد. اي حد يمسك وارد بيه يحلو. يعني بصي ده سيمبل. ده مش طبيعي ها. شكله طبيعي. علشان هو صناعي بس مستورد. اه اوكي. فالماتيريال بتاعته اقرب للطبيعي. لان في برايتز كتير بيبقوا عاملين افرحهم وبين سفرين. وعايزين لا انا عايزاه. وطبيعي مش هيستحمل. اه. فعايزات سفر بيه برا. عايزات سفر بيه. فعملت. بدأت ان انا ادور ان انا تم اعمل زيه صناعي يستحمل معهم سفر. وفعلا بصراحة اتبسطوا قوي. وفيه طبيعي ناس بتطلب طبيعي طبعا. طب وعايز اسأل اه ما كنت لسه اقول لك. انتي فيه ناس بيستطلب طبيعي. طبعا. وبتعملين. طبعا طبعا. انتي بتفضلي يعني هي. انا في السيف بحب ابعد عن الطبيعي شوي. جو بجد مش بيبقى مستحمل. والوردة بتيجي من هولندا عبل ما بتيجي. وبتحط في تلاجات وكده. حتتصور بيه اول ما يروح لها. بس مش هيستحمل ممكن ما يلحقش الانترونس اصلا. اه اوكي. فبتبقى مهدلة. فيه ناس اصلا بتطلبوا عشان كده. هم حابين نجول ان هو مهدل وبين ان هو ناترال. فدول بيطلبوا. بس انا كنور بالنسبالي الافضل ان هو يكون سماعي. طب اخر حاجة كده انت يعني هتعملي اي تاني. هتعملي اي تاني. انا ما طول الوقت بفكر والله ان انا يعني. هو الاكتر من ان انا دور اعمل اي تاني. ان انا عايزة ان انا بقى طول الوقت مو اقبل مودة. ان انا بقى طول الوقت. لما تخافيش انت سابقاها. انت سابقاها. ما تقليش عن نفسك خالص. يعني اوه. انت عملتي تراند. يعني فهم اي. عملتي حاجات دي مما فيش حاجة اسمها. العروسة احنا عارفين البوكي. وممكن زمان المروحة. يعني. لكن كل الحاجات دي. وبقت تحضير العروسة بقى جزء مهم قوي من الفرح. يعني. يعني ان احنا يتصوروا ويشوفوا ويتبصوا وهاكذا. بقت جزء مهم قوي من فرح. طب ايه اللي في البوكس ده. دي بصراحة هدية لحضرتك. هدية ليه انا. طبعا. فيه ايه بقى في البوكس ده. وريني بقى ايه. ما انا ما قلتلكيش ان احنا بنعمل مباخر ما دي بقى المفاجأة. اه. الله. لا المباخر دي شيء مهم جدا. الله دي جاني. عشان نبخر العروسة. دي كتب عليها اسمي كمان. ايه طبع الله. يعني حا بقى. مرسيق. طب ممكن ابصها جامش ومي يعني معادي. مرسيق. بجد بجد. والله دي حاجة بسيطة قوي. ايه طبعا موجود. لا موجود معنا. هما عرضينها. بس يا جماعة قدي ايه حلوة بحط البخور هنا. مظبوط. وبعدين. بس. وقفليها. اقفلتها هتولع منيه. هو الرجل بخور دلوقتي عادي فيه اللي هو السرائل الاشتعال. اه عادي والله. بوسوا قدي جميلة. والله. دي كور كده عندك في البيت. يعني ذكره مني تفتكريها بس. حبيبية قلبي. اهو. 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 طبعا. اهو. اهو. طبعا. يلا كده. بجد بشكورك جدا نواتي. بجد بس طوف لك. انتي عملت حاجة حلوة. واستمري. وانا سوفورتيني. حبيبية قلبي. اوكي. كفاية عليا كده. رغبنا يا خزيدي. للأسف وقت البروجرام خلص. ياريت كل فاكراتنا قد تكون عجبتكم. اقول لكم باي باي. واشوفكم الاسبوع اللي جاي.